اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالنسبة لصندوق الوصف انا دائما بحط فيه الروابط الاساسية ارجو انكو تهتموا في هذا الموضوع اثنين بطالب الاخوة والاصحاب والاصدقاء اللي موجودين على القناة لما بشوفوا واحد جديد بسأل سؤال وعندك الجواب حاول انك انت تحط له الجواب اللي بتعرف فيه انا مش دائما انا رح اكون متوفر خلال الفترة القادمة على التعليقات يعني فيه ظروف معينة عندي حاليا يعني ممكن توخذلها تقريبا بحدود الاسبوع فعشان هيك يا دوب اني بس انزل الحلقة ما رح اتابع التعليقات الا اذا كان فيه يعني وقت عندي اني انا اقدر او مش وقت او اذا كنت صاحي بمعنى اخر اني انا اتابع هذا التعليقات فعشان هيك بترجعك اللي بقدر يساعدني في هذا الموضوع ويرد على بعض التعليقات يعني ما يقصر طبعا بالنسبة لتوقعاتنا اليوم هي توقعات ليوم الاربعاء سبعة اربعة القمر موجود في الميزان تقريبا يعني نحكي اخر يوم في منزلة الزبانة هاي المنزل للفساد والقطع والمشاكل وتأثير القمر حكينا لما بكون موجود في الميزان بيأثر علينا كلنا انه الفترة هاي بتكون فترة عاطفية وتنفع لتعزيز او صار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر ومنميل الاسترخاء بجد الغرام وتنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة ما لسه ما استقرت بعد في هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا ايضا اقامة حفلة او اعادة تزيين البيت او المكتب او اقتناء اه حاجية جميلة اه مبارح انا ذكرت انه في زاوية راح تتشكل اليوم طبعا هاي الزاوية لها تأثيرات تقريبا بحدود الاسبوع ولكن اليوم اه هي اوجها بيكون هي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين المريخ واورانوس راح تكون بعد الحلقة اه هي الساعة ستة وتسعة واربعين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيج بيكون عنا اه نوع من انواع التردد او الخوف اه في اتخاذ قرار حاسم في حياتنا بيجعلنا غريبي الاطوار عنيفين بسبب شقاقات عاطفية والبعض بيشتكي من تقلبات في المزاج خصوصا من ناحية الجنسية اه في ناس بيصير عندهم نوع من انواع الضعف وفي ناس بيصير عندهم على العدم القدرة بتدل على احتمال دوليا طبعا بتدل على احتمال وقوع حوادث مفاجئة كحرائق او تفجيرات او وقوع طائرات اه حوادث سكك حديد زلازل عواصف ممكن تقع هناك بعض التمرد او الانقلاب العسكري او بتم عزل او قتل احد القادر الكبار اه تشهد هاي الفترة مظاهرات او اضطرابات في قطاع الصناعة او الصحة اه بسبب قمع الحريات وممكن تشهد هاي الفترة فضائح اجتماعية او جنسية اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التزديس ايجابية رح تكون بين عطارد وبلوتو رح تكون في تمام الساعة التسعة و 27 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بيزيد من حدة ذهنك والحدث والحس والنقد بمنحك حب للعدالة والاهتمام بالامور الغامضة بساعدك على تنظيم امورك وانجاح مشاريعك واتخاذ القرارات اللازمة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التزديس ايجابية بين عطارد والمشتري هاي رح تكون في تمام الساعة 22 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج عند حدوث هذا الاتصال نتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما انه هذا الاتصال بيزيد من الاتصالات البعيدة والاهتمامات بمن هم خارج البلاد وفي الامور الفلسفية والدينية وبالجهات القانونية اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التقابل سلبية بين القمر والشمس رح تكون في تمام الساعة 22 و 35 دقيقة صباحا تخلق يعني او بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار بتتمثل بصراع بين المشاعر وبين الافكار وممكن ينعكس سلبا على علاقتنا مع الاخرين وهاي بتدل على انه القمر صار بدر يعني اكتمل وبتدل على بداية منتصف الشهر لشهر شعبان اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبلوتو في تمام الساعة 12 و 17 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بتدفع بعض الاشخاص الى التسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة اما الزاوية التي تليها هي زاوية التربيع وهاي الاخر زاوية رح تكون زاوية التربيع سلبية بين القمر والمشتري ورح تكون في تمام الساعة 12 و 49 دقيقة عصرا في هاي التشكل الزاوية يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا بعديها مباشرة لهاي الزاوية بصير في عنا خلوه مسار خلوه المسار هذا زي ما حكينا بيبدأ الساعة 12 و 49 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش يعني 12 و 49 جرينيتش بس عصرا على حسب توقيت الأردن منزيد هالسا احنا فارق عن جرينيتش ثلاث ساعات فعشان هيك بتصير الساعة ثلاثة و 49 دقيقة يعني عصرا وحتى تمام الساعة رح يستمر خلوه المسار لغاية الساعة 10 و 16 دقيقة بتوقيت جرينيتش مساء يعني بكرة برضو رح تبدأ الحلقة وبرضو احنا منكون في فترة خلوه المسار رح نحكي عن تكملة خلوه المسار هذا يعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدئ باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار طبعا ملاحظة فيه اشخاص رح يسألوا يقول لك طب هاي الزوايا اللي هي مثلا مع عطارد اللي هي معظمها انه عطارد رح يشكلها خلال اليوم احنا حكينا الكواكب البطيئة عادة بتبلش قبل سبع ايام او خمس ايام من تشكلها طبعا هذا لانه مش بطيء كثير يعتبر هو من الكواكب الوسط بالحركة فعشان هيك تأثيراته بتبلش من اسبوع وبتستمر تقريبا بحدود العشر ايام بعد الزاوية اما بالنسبة للزوايا اللي مع القمر فمدة التشكل تبعتها او تأثيراتها بتكون ما بين 6 ساعات لا 12 ساعة تقريبا على حسب سرعة القمر في المنزلة وطبعا بعد خلوه المسار القمر رح يكون في العقرب فعشان هيك خلوه المسار القادم رح يكون يوم 10 اربعة رح يكون في تمام الساعة 7 و 34 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 8 و 34 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تقريبا بحدود الساعة لا ينتقل بعدها القمر لبرج القوس عمر القمر القمر المكتمل 15 يوم في تمام الساعة 4 و 34 دقيقة مساء يصبح القمر 16 يوم نسبة الإضاءة 100% يعني بمعنى آخر منتصف الشهر رح يكون هو تقريبا يعني بعد الحلقة تاعت الغد أو في نفس على الساعة 7 و 34 دقيقة مساء غدا رح يكون اكتمال القمر واللي هي منتصف شهر شعبا بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى 19 أربعة المزاج منتحس القمر في الميزان حتى مساء يوم 8 أربعة المزاج منتحس العطارد في الحوت حتى يوم 11 أربعة المزاج سعيد الزهرة في الجوزاء حتى 13 خمس بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المريخ في الدلو حتى 13 خمس مزاجه منتحس المشتري في الجدي حتى 14 خمس وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس زحل في الدلو حتى 11 خمس وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس أورانوس في الثور حتى 15 ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نيبتون في الحوت حتى 23 ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد أو بلوتو في الجذي حتى 25 أربعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا ما بيشير القمر بتواجده دائما بالمقابل مقابل البرج بما أنه في الميزان فهو مقابلك مباشرة ما بيشير لتفاهم هدوء وود دائما بتتعقد الأمور وبترأ نوع من أنواع البلبلة بتواجد القمر دائما مقابل أي برج عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية حاذر القطيعة والدعاوة القانونية خصمك بالفترة هاي مين ما كان يكون دائما بيكون أقوى منك فعشان هيك الفترة هاي بتزيد فيها العرقيل وممكن تصير أمور تستفزك أما بالنسبة للبيت الأول بيت الشخصية فطبيعة الحال بما أنه طاقتك ضعيفة خلال هذا اليوم فعشان هيك اليوم بتحس في نوع من أنواع التقلب السريع في المزاج لحظات بتكون نشيط لحظات بتكون متردد لحظات بتصير في عندك نوع من أنواع التقلب لحظات بتصير بدك تنام لحظات بصير ما بدك تحكي مع حدا لحظات بتصير بدك تضحك نوع من التقلب السريع بصير في المزاج عندك أما بالنسبة للبيت الثاني برضو على نفس الشاكل صحيح أنه بعطي نوع من أنواع الفرص اللي إلها علاقة بالدعم المالي أو بعطي فرص لبعض الأشخاص أنهم يحصلوا مكاسب مالية خلال هذا النهار لكن أنه بصير في سبب تواجد القمر مقابلك نوع من أنواع التهرب من الواقع فالناس بتصرف فلوس بمكان ما في داعي لصرفها يعني بس أنه بتفشش بعملية صرف الفلوس يا أما تسوق يا أما مشتريات يا أما نوع من أنواع البذخ أو بصير يشتهي أشياء بصير بده يوكل أشياء عشان يهرب من الواقع تاعه حاولوا تقللوا من مصاريفكو في هاي الفترة أما بالنسبة للبيت الثالث طبعا يعني فيه نوع من أنواع الضغط عليك فيه نوعية التواصل خلال هذا النهار بتلاقي فيه نوع من الأصابية مسيطرة عليك فيه نوع من أنواع المشاحنات يعني حتى النقاش معك بيكون صعب خلال هذا النهار عشان هيك بدك تحاول تمسك أعصابك قدر الإمكان ما تحاول أنك أنت تندفع وتتهور وما تحاول أنك تعصب كثير امسك أعصابك قدر المستطاع ماشي عندك نشاط وعندك حركة وعندك حبلة الاتصالات وعندك يعني أشياء كثيرة ولكن أنه الأمر بده شوية تركيز اللي عندهم امتحانات أو عندهم دراسة بالفترة هاي يحاولوا أنهم يعتمدوا على قدرتهم ما يعتمدوا على الحضود أما بالنسبة للبيت الرابع البيت الرابع طبعا ضاغط بشكل كبير على المستوى العائلي فعشان هيك بتكون الأمور محتدة وبكون في عندك نوعا أنواع التقلب وردات الفعل العنيفة أو العصبية حاول قدر الإمكان أنك تمسك حالك خصوصا بهذا اليوم لانتجاوزوا أنه يتحرك القمر من مقابلك مباشرة بكرة القمر بيصير في العقرب أخف شوي من الحدية يعني بيخفف الضغط عليك ولكن اليوم حاول أنك تمسك حالك من أي شيء له علاقة في المنزل أو خلافات منزلية في منكو ممكن يتعرض لبعض الأعطال المنزلية ويهتم في تصليحات أو ترتيبات أو أمور أو شؤون عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالبيت الخامس شيئا ما في نوع من أنواع يعني التواصل مع الحبايب أو تقارب مع الحبيب أو مؤنان عليه أو يعني بتيجي بشكل روتيني فعشان نوعية التواصل بتكون فيها نوع من أنواع الود إذا ما استفزك الوضع يعني حاول قدر الإمكان ما تتحسس على أساس أنك مذهور وما تعصب أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور برضو على مستوى العمل شوي فيها نوع من أنواع الإيجابية أو تفكيرك في بعض الأعمال أو إنجاز بعض الأعمال أو مخططات إلها علاقة بالعمل يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن ضعف الطاقة اللي موجود عندك في البيت السابع بضعف الصحة عندك فعشان هيك كثير من موليد الحمل بشعروا في الفترة هاي ببعض التواعكات أو الإطرابات الصحية أو التقلبات الصحية هو برجحها لمرض أو لتعب أو لتعب صحي نفسي أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك الثامن روتيني ما فيه أي شيء جديد على مستوى الأموال المشتركة فعشان هيك لا هي إيجابية ولا هي سلبية بتتعامل فيها على حسب الطبيعة أو على حسب طبيعتك أما بالنسبة لبيتك التاسع اليوم بحفزك على بعض الاتصالات الخارجية أو تفقد بعض الأشخاص أو التقارب من بعض الأشخاص ولكن أنه بتحمل الفترة هاي نوع من أنواع الحدية زي ما حكينا في الطباع فعشان هيك ما تتحسس لا تصرفات أو لا بعض الكلمات أو لا أشياء ممكن أنها تستفزك وخصوصا في ساعات الظهر حاول قدر الإمكان أنك تمسك حالك من ردات الفعل العصبية ممكن يصلكوا خبر اليوم يكون مزعج شوي خصوصا من الخارج اللي عندهم امتحان أو عندهم دراسي خلال هذا النهار بدهم يستعدوا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر البيت العاشر يعني بيت السمعة بما أنه في نوع من أنواع التوتر فحاول أنك ما تعمل أي شيء مخالف للقوانين أو في نوع من أنواع الشبهات أو نوع من أنواع التدخل بخصوصيات أشخاص عشان أنت ما تثير الشكوك حواليك وما تعمل نوع من أنواع علامات الاستفهام على شخصيتك أو على طبيعتك فلا تخالف قوانين ولا تدخل بأشياء مشبوهة وحاول أنك أنت تلتزم بالحفاظ على سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 بيتك 11 جيد يعني بساعدك في بعض العلاقات أو ممكن تستشير بعض الأشخاص اللي أنت بتعرفهم في مسألة معينة ممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب بينك وبينهم ممكن يكون فيه تفقد لصديق معين أو خبر عن صديق معين أو استشارة صديق في مسألة معينة يعني فيه نوع من أنواع التعاون الجيد أما بالنسبة لبيت المتاعب فيعني بتشوف الأمور أنه شوي فيها نوع من أنواع الحدية عليك فعشان هيك يبدأك تراعي وضعك الصحي والتقلبات الصحية اللي بتصير معك حاول تنجز الأعمال الضرورية المهمة وحاول أنك ما تدخل بمواجهات أو إرهاقات راقب غذائك وخذ قصد كافي من الراحة مرج الثور طبعا القمر موجود في البيت السادس لليوم الثاني وبيت العلاقة بالعمل والعلاقة بالصحة فعشان هيك اليوم بتراكم العمل عندكم فيه ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعاون ما بينكم بين بعض الزملاء أو أحد الزملاء ممكن اليوم يكون فيه عندكم ممارسة لنشاط بدني للمحافظة على يقتكم يجع بالك تتحرك تمشي تلعب رياضة تراقب غذائك بتتزامن الواجبات عندك وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي أهم شيء أنك حاذر من المشاكل الصحية أما بالنسبة للبيت الأول يعني شايف شوي النفسية أنا عندك اليوم برضو متقلبة فيها نوع من أنواع الذبذبة بين مرتاح مبسوط تعبان متذائق منرفز بدك تضحك بدك تنبسط يعني تقلبية اليوم عالية جدا على المستوى الشخصي عشان هيك يحاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وتبعد عن أي شيء يحد مزاجك أو يخليك تعصم بالنسبة للبيت الثاني يعني شوي فيه نوع من أنواع الإيجابية في الموضوع مش هالإيجابية القوية ولكن أنه دعمك بشكل إيجابي ممكن بعضك يحصل نوع من أنواع الفلوس أو تجي بعض الأموال أو ممكن يسعى باتجاه يكون فيه منه مرابح أو ممكن يكون على شكل هدية أو جائزة أهم شيء يمكن تقللوا من مصاريفكم أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه فيه نوع من أنواع الحدية في الطباع اليوم عندك عصبية عالية جدا ممكن تحتد وتعصب تتوتر تنفعل يكون النقاش صعب معك حاول تمسك عصابك قدر الإمكان حاول أنك أنت تفرق طاقتك هاي إما بالقراءة أو بالحركة أو بالرياضة أو بإشي من هذا القبيل في منكم ممكن يهتم بأمور الهلاقة بالاتصالات والمواصلات واللي عنده امتحان بدوش يعتمد على الحظوظ لازم يدرس ويكون جاهز لا امتحاناته في نوع من أنواع التعاون أو الاهتمام بمسألة بتتعلق بأخ أو جار أما بالنسبة لبيتك الرابع بيتك الرابع يعني إجمالا في نوع من أنواع الروتين الموجود فيه فعشان هيك بتتعامل بشكل روتيني على مستوى البيت ممكن يكون في بعض الإيجابيات للتلاقي أو للتقارب ما بينك وبين الأهل ولكن حاول قدر الإمكان أنك أنت تعمل اللي مطلوب منك وتكون أنت رمز التقارب ما بينك وبين أحبائك وحاول أنك أنت إذا صار فيه أعطال أو أي شيء بحاجة لتدخلك أنك أنت ما تعصب وما ثور حاول أنك أنت تنجز أعمالك المنزلية على أكمل وجه بدون عصبية أما بالنسبة لبيتك الخامس يعني بيت العاطفي شوي ضاغط عليك فممكن اليوم يكون فيه نوع من أنواع الضغط هو روتيني بالأغلب ولكن فيه في ساعات العصر يعني ممكن يكون فيه نوع من أنواع العصبية أو الحدية بالتعامل مع الحبيب ممكن تفقد السيطرة أو تتحسس من موقف معين فتمفعل وتعصب والثور مشكلة ما بينك وبين الحبيب وأساسا ما فيه داعي لهذا الانفعال حاول قدر الإمكان أنك ما تتوتر يعني مقدار الضغط يمكن تقريبا ثلاث ساعات حاول أنك أنت تطلع من هذا الجو لأجل أنه تضل فيه نوع من أنواع التوافق ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرنا يعني هو بيت سلبي فعشان هيك الأمور في الفترة القادمة ضاغطة لأنه رح يكون القمر موجود في البيت السادس والسابع والثامن فهذه أماكن يعني فيها نوع من أنواع الضغط والتوتر فعشان هيك بدك تمسك حالك في الفترة القادمة اما بالنسبة للبيت السابع يعني اجمالا على مستوى الشراكي الوضع جيد في نوع من انواع التفاهم او التناغم ما بينك وبين الحبيب او بينك وبين الشريك فعشان هيك يحاول قدر الامكان انك تكمل المسألة هاي بنوع من انواع التلاقي ما بينك وبينه بدون ما يصير فيه نوع من انواع الحدية او العصبية او اي شيء يوسع الفجوي ما بينك وبينه اما بالنسبة للبيت الثامن يعني جيد على مستوى الامور الاموال المشتركة ممكن اليوم تطالب في بعض الديون او تعمل نوع من انواع الاتصالات لترتيب بعض الالتزامات اللي الها علاقة باموال مشتركة يعني يا اما التجارة يا اما شراكي يا اما اموال ما بتعود لك انت بتشتغل فيها في منكم ممكن يهتم في مسائل الها علاقة بالقروض او الديون وممكن يكون في بوادر خير خلال هذا النهار اما بالنسبة لها بيتك التاسع فانا شايف الامور محتدة على مستوى العلاقات الخارجية فعشان هيك ممكن يصلك خبر من بعيد يزعجك خلال هذا النهار عن شخص بهمك ما وضعه او ممكن انه عن شخصية من اللي انت بتعرفها يجيك خبر هيك يتنزعج من خلاله اما في امور اللي الها علاقة في الامتحانات والدراسة فبقولكوا ركزوا بشكل جيد ما تهملوا وما تعتمدوا على الحظوظ في هذا النهار بدك تتعب عشان انت تحصل نتائج جيدة اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف الامور على مستوى البيت العاشر بيت السمعة بما انه ضاغط والبيت التاسع ضاغط فبقولك دير بالك من اي مخالفات قانونية او مجازفات لانه ممكن اتعرضك لمسائلات قانونية حاول قدر الامكان انك انت تبعد عن المشاكل القانونية او المواجهة مع رجال الامن او اشخاص من رجال القانون وفي نفس اللحظة دير بالك على سمعتك ما تحاول انك تشوهها اما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد بدعمك بشكل قوي بعلاقاتك وبمعارفك وممكن تتواصل لمصلحة او لفكرة او للتشاور ما بينك وبين احد الاصدقاء ممكن انت تطلب المساعدة وممكن هو صديقك بدوره هو اللي يطلب المساعدة منك يعني في نوع من انواع التقارب ممكن تكون فيه اتصالات او بس لتدعيم العلاقات اما بالنسبة لبيت المتاعب فيعني شوي فيه نوع من انواع الضغط عشان هيك منقولك اليوم احتماليا انك انت تعمل ساعات طويلة لانجاز بعض الاعمال حاول قدر الامكان انك ما ترهق حالك زيادة حاول تاخذ قصد كافة من الراحة واهم اشي اتراقب وضعك الصحي وبدون وسوسة وبدون خوف كثير يعني الامر بس بدون مراقبة واطلاع واطمئنا برج الجوزاء طبعا القمر موجود في البيت الخامس لليوم الثاني بيت العاطفي وبيت الحضوض عشان هيك بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الاجواء واعد العلاقات الى طبيعتها بتنال ما بترغب او الاشي اللي بترغبه بالفترة هاي ممكن تنتصر على كل الاعتبارات بتحل مسائل عالقة او كانت مستحيلة وممكن تنجز انجاز اليوم يكون مميز كثير فترة ايجابية بقوة اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف ان الامور على مستوى البيت الاول جيدة فعشان هيك بتدعمك بقوة عندك ثقة عالية بالنفس وبرضو مشحون بطاقة كبيرة عشان هيك بتقدر تنجز كثير من الاعمال او المهام او الاشياء المطلوبة منك خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه في نوع من انواع الضغط على الامور المالية او التزامات كثيرة او بتفكر في مسائل مالية في نوع من انواع الترتيبات او التعطيلات او ممكن رفض مساعدة في باب معين ولكن في عندك كثرة هائلة او كمية هائلة من المصاريف او المطالبات المالية حاول انك تربط بامورك بشكل جيد خلال هذا النهار وعندك فرصة لترتيبها اهم ايش انك تقلل من المصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث فهو بفتح لك مجال عالي جدا اليوم من التحرك والاتصالات والاهتمام بامور الها علاقة بالاتصالات والمواصلات ممكن تكثر عندك الحركة او النشاط او العمل ممكن تتنقل لأكثر من مكان يعني بسرعة عالية جدا خلال هذا النهار دك تنجز امور كثيرة في منكو بنشط بالنقاشات وممكن يقنع اي شخص بوجهة نظره وفي منكو رح يهتم بامور الها علاقة اما بالهواتف او الكمبيوترات او السيارات او الميكانيك او الكهرباء او اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف بيت الرابع يعني شوي فيه نوع من انواع التقصير باتجاه البيت فعشان هيك يحاول انك يعني تترك مساحة تقارب ما بينكو بين افراد العائلة او تقارب مع اهلك في البيت حاول انك ما تخلي كل هاي الاشياء اللي انت بتتحرك لها انها تلهيك عن واجباتك العائلية او المنزلية في منكو ممكن يصير عليه نوع من انواع ضغط المنزلي خلال هذا النهار او نوع من انواع التحسس او العصبي حاول امسك اعصابك قدر الامكان في منكو برضو رح يهتم بامور الها علاقة اما بالترتيبات او بالصياني او بعض الامور اللي الها علاقة بالاعمال المنزلية الدقيقة ولكن في اشي مزعج خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات الامور ايجابية وبتدعمك اما بالنسبة لبيتك السادس فهو بدعمك على مستوى العمل فالاشخاص اللي على رأس عملهم اليوم بقدروا ينجزوا كثير من العمل المطلوبة منهم وممكن يحققوا انجازات ما كانوا يتوقعوها خلال هذه الفترة وممكن ينجزوا عمل كان متراكم او لهم فترة كانوا مشغلين عليه اليوم يعني خلال اليوم يممكن يحققوا الانجاز اللي هم بدهم اياه وتكون نتائج جيدة اهم شي انه حاول انك تدير بالك من الاصابات ودير بالك برضو من توتر العصبي اما بالنسبة للبيت السابع فشايف البيت السابع جيد بدعمك على مستوى الشراكة خلال هذا النهار فعشان هيك اعلاقتك مع شريكك بالعاطفي او بالعمل الجيدة في نوع من انواع التواصل او التلاقي او في نوع من انواع الوئام موجود ما بينكم الا انه في ساعات الظاهرة بدك تدير بالك من التحسس والعصبية من تصرف معين اما بالنسبة للبيت الثامن فهو ضاغط عليك بقوة بالمصاريف او بالاموال الاموال المشتركة ممكن التزامات او بعض الاتفاقيات على دفع معينة اقصاد ديون يعني كل الاهتمامات هاي ممكن شوي بعض هاي ارقك خلال هذا النهار تصير مطالبة تفقد اشياء ممكن تفقد فلوس اليوم او تفقد اشي من مقتنياتك حاول انك تركز بشكل جيد وبدون عصبية ورتب اموالك بطريقة عقلانية بدون ما انت تبالغ وما تعرف تسدد او تلتزم اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد بدعمك بشكل قوي خلال هذا النهار على مستوى الاتصالات الخارجية او اتصالات مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام بعوراق قانونية او بالتحرك والحركة والتنقلات ولكن اثناء التنقلات بدك تدير بالك على الشوارع المفتوحة وخصوصا للاشخاص اللي مخرجوا من البيت خوفا من الاعطال او الاصابات اللي عنده امتحان او عنده مقابلة او عنده دراسة خلال هذا النهار بده يدرس بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ اما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فهو شوي يعني بيعمل نوع من انواع التوتر ولكن انه الامور جيدة يعني بتقدر انت اليوم تحافظ على سمعتك وتنجز العمال المطلوبة منك بمعاونة مع اشخاص او مع اصدقاء او مع زملاء بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى العلاقات العامة فممكن هذا يقارب ما بينك وبين الاصدقاء او يعمل نوع من انواع التواصل او الاتصالات المهمة والمفيدة اللي من خلالها ممكن تحقق انجاز ما كان سهل انك تحققه في الفترة الماضية وممكن يصير فيه نوع من انواع التقارب ما بينك وبين احد الاصدقاء اما بالنسبة لبيت المتاعب فبقولك دير بالك انه يسبب لك بعض الاضطرابات عشان هيك ما تجهد حالك كثير في العمل اهتم بالاشياء المهمة انجز اعمالك الضرورية حاول اتراقب غدائك وتأخذ قصد كافي من الراحة خلال هذا النهر برج السرطان طبعا القمر في البيت الرابع يعني عمل تربيع معك فعشان هيك يكون ضاغط شوي في الفترة هاي بتحتل الامور البيتية والعائلية القسط الاكبر من تفكيركم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع افراد العائلة اتجنب توبيخ الاحباء او لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية او شخصية واجه الامر الواقع بمنطق وحاول ايجاد تسويات تحمي حقوقك او حاول انك ما تفرض رأيك على الاشخاص المحيطين فيك فترى مناسبة للتنقلات والاتصالات والاستثمارات ولكن اهم اشي اقول لك دير بالك من المغامرات خلال هذا النهر اما بالنسبة للبيت الاول فهو ضاغط عليك فعشان هيك اليوم نفسيتك متقلبة بين ايجابية وسلبية بتحس في نوع من انواع التوتر مرة مبسوط مرة تعبان مرة زهقان مرة مالل مرة بتضحك يعني في نوع من انواع القربطة على المستوى الشخصي فعشان هيك يحاول اليوم تشحن حالك بطاقة ايجابية عشان تقدر تتجاوز هذا الوضع وتقدر انك تكمل هذا النهار وهو اخر نهار بان هذا التأثير يعني بشكل يكون بدون مشاكل اما بالنسبة للبيت الثاني فالبيت الثاني بدعمك يعني شيئا ما ممكن يحقق بعض المكاسب المالية او الفرص المالية لبعضكم ممكن يفتح لك ابواب لمطالبة او لمساعدة ممكن بعضكم يحصل على هدية او جائزة خلال هذا النهار وخصوصا الاشخاص اللي بيعملوا برضو بالمجالات اللي لها علاقة بالاعمال الاضافية ممكن اليوم يحققوا مكسب مالي اما بالنسبة للبيت الثالث فهو يعني شوي في نوع من انواع الحدية والعصبية في المزاج عندك وبقى فيه نوع من انواع التقلب حاول قدر الامكان انك انت تمسك حالك ما تعصب ما تنفعل ما تتهور وبرضو في المقابل بيعطيك اشياء ايجابية انه عندك سرعة بديهة وقدرة على النقاش وفكرك نشط جدا عشان هيك منقول هذا الاضطراب بسبب نوع من انواع التقلب في الطباع كثير خلال هذا النهار حاول اذا كان عندك امتحان او دراسة تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوظ في منكم ممكن يصير فيه نوع من انواع التراقي او التقارب ما بينه وبين اخ اوجر اما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات يعني مشاكل البيت او مسؤوليتك في البيت هي اللي بتاخذ اليوم كل اهتمامك اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف البيت الخامس عاطفيا شوي فيه نوع من انواع الحساسية او الضعف عشان هيك ممكن تحتد او تتحسس من تصرف الحبيب حاول قدر الامكان انك تمسك حالك بدون انفعال وبدون عصبية يعني كلها يوم وبعدين الامور بتصير ايجابية وبتدعمك بشكل قوي حاول انك تصبر هاليوم هاد وان شاء الله الامور بتمشي بالاتجاه الصحيح اما بالنسبة لبيتك السادس فهو جيد على مستوى الاعمال وانجاز الاعمال فعشان هيك اي عمل يوكل لك خلال هذا النهار بتنجزه باريحية في منك رح يهتم بانجاز كثير من الاعمال المطلوبة منه وفي منك رح يهتم بمسائل الها علاقة يعني اما ابتكار عمل او ملفات او مراسلات او توقيع او اشياء مثل هيك الها علاقة بالعمل وفي منك رح يهتم بشاء صحي اليك او لا احد الاحباء اما بالنسبة للبيت السابع فانا بقولك على مستوى بيت الشراك يدير بالك اليوم من الحدية في الطباع عشان هيك ممكن تتوتر العلاقة ما بينك وبين الشريك بسبب حسسية الموقف او ردات الفعل السريعة بدك تحذر من النقاشات الحدي والمواجهة ما بينك وبين الشريك امسك حال قدر الامكان وحاول انك انت تعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبينه ما تزيد المساحة او المساحة اللي ممكن يصير من خلالها خلاف اما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد يعني ممكن يفتح لك بعض الابواب اللي لها علاقة بالدعم المالي ممكن يجيك بعض المساعدات او ممكن تقدر تطلب على دين او مساعدي او وهبة او منحة او اشياء من هذا القبيل بس اهم شي برضو قلل من مصاريفك اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف البيت التاسع جيد اليوم بدعمك بشكل قوي على مستوى الاتصالات او على مستوى تفقد بعض الاشخاص خارج البلاد او ممكن يدعمك على مسألة اوراق قانونية او اهتمامات بالدراسة او دراسة لغة جديدة او الاطلاع على ثقافة جديدة او فيلم او رواية او اشياء من هذا القبيل حاول تستغلها بشكل ايجابي يعني هاي بتنمي شخصيتك وفي نفس اللحظة بتغير من مزاجك اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف الامور الروتينية رح تكون على مستوى السمعة ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي اللي يأثر على سمعتك فعشان هيك الامر الروتيني اما بالنسبة لبيتك 11 فشايف الامور جيدة على مستوى التواصل مع الاصدقاء ممكن هذا يعمل لك نوع من انواع التقارب او يعمل نوع من انواع التلاقي ما بينك وبين احد الاصدقاء بمشورة بلقاء بفنجان قهوة اتصال تفقدي يعني اهتمام بعلاقات عمي او اصدقاء ممكن انت تبادر فيها او هم ممكن يبادروا فيها اما بالنسبة لبيت المتاعب فانا شايف ان بيت المتاعب فارغ من اي تأثيرات سلبية او ايجابية فعشان هيك بترك لك نوع من انواع التوتر خلال هذا النهار والوسوسة والافكار السوداء اللي ممكن انها تيجي في راسك حاول انك انت ما تخلي الوسوسة تسيطر عليك وان شاء الله الامور بتصير جيدة برج الاسد طبعا القمر موجود في البيت الثالث لالكم عشان هيك الفترة هاي بتكون فيها نوع من انواع النشاط اما في الدراسة او في التنقلات او في الاتصالات بوسعكو اجتياز امتحان بتعززو العلاقة مع اخ اوجار بتكثر النشاطات حسب حق الاختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وبصراحة عن موقفك اهم شي انك ما تتردد بالتحرك في منكو رح يهتم بامور الها علاقة اما بالاتصالات او بالمنواصلات او بالاجهزة الالكترونية او الكمبيوترات او التلفونات او اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت الاول فشخصيتك اليوم احسن نفسيتك مرتاحة في عندكو نوع من انواع الاستقرار رغم انه في شوية عصبية ولكن انك انت بتقدر تتجاوزها ان شحنت نفسك بطاقة ايجابية عالية اما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على بعض الامور اللي الها علاقة بالاموال ممكن انك انت تتحصل على اشياء العلاقة بالمال ولكن انه بتزيد عندك المصاريف بشكل كبير في منكم ممكن يحصل على هدية او دعم او جائزة او مكافأة او اشياء من هذا القبيل يعني ابواب تفتح لك بتساعدك في اشياء ايجابية خلال هذا النهار وممكن انت تطرق باب يساعدك في هذا الموضوع اما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرنا في بداية التوقعات اما بالنسبة للبيت الرابع فهو بدعمك على مستوى البيت فالامور فيها نوع من انواع الرتابة على المستوى العائلي فيه نوع من انواع التقارب او التفاهم ما بينك وبين اهل البيت فيه منكم ممكن يهتم بامور الها علاقة باعمال منزلية مما صياني او ترتيبات او مشتريات او اشياء من هذا القبيل فيه نوع من انواع التقارب الكبير راح يكون ما بينك وبين احد افراد العائلة او لقاء اما بالنسبة للبيت الخامس فالبيت الخامس بدعمك بشكل قوي خلال هذا النهار بيعزز العلاقة ما بينك وبين احد الاحباء ممكن نوع من انواع التواصل او التفاهم او اللقاء او ممكن حتى يكون معرفة جديدة او علاقة جديدة او تعارف على شخص في مكان معين ولكن ان الامور على المستوى العاطفي اجمالا ايجابية وعلاقتك مع الحبيب ممتازة اما بالنسبة لبيتك السادس فهو يعني شوي بضغطك خصوصا على مستوى انجاز بعض الاعمال فممكن يصير في عندك تراكم في العمل او تراخي او تقصير ما تقدر تنجز كثير من اعمالك يعني الوضع شوي بده نوع من انواع المراقبة حاول انك انت تنجز الاعمال حتى لو ضرورية منها وحاول تهتم برضو بشأنك او وضعك الصحي اما بالنسبة للبيت السابع فالبيت السابع بدعمك بشكل جيد خصوصا على مستوى الشراكة في نوع من انواع التفاهم او التلاقي ما بينك وبين الشريك وبدعمك هذا برضو بشكل ايجابي حاول قدر الامكان انك تعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبينه او حتى ممكن يصير في نوع من انواع المصالحة اما بالنسبة للبيت الثامن البيت الثامن شوي ممكن يأثر عليك بضغط مالي او نوع من انواع التوتر المالي او الاهتمام بالاموال المشتركة في منكم ممكن يهتم اما بدعم او قرض او مساعدة او طلب الحاجة من شخص معين لدعمه في مسألة معينة يعني اليوم هذا ممكن يكون في نوع من انواع الايجابية وعندك قدرة عالية على التواصل واقناع الطرف الاخر بهذا الموضوع اما بالنسبة للبيت التاسع فالبيت التاسع جيد برضو يعني بيعمل لك نوع من انواع التواصل مع اشخاص خارج البلاد او ممكن توافق ما بينك وبينهم حاول قدر الامكان انك انت ما تتعامل بعصبية وحدية او مزاجية يعني خلي فيه نوع من انواع الدبلوماسية في منكم ممكن يهتم بأوراق قانونية او بثقافة معينة او بلغة معينة او شيء يقربك مع مجتمع اجنبي او اطلاع على ثقافات جديدة اما بالنسبة للبيت العاشر فهو روتيني تماما على مستوى بيت السمعة ما فيه اي شيء بخوث على بالنسبة لبيتك 11 يعني شوي بيعمل له من انواع التقارب ما بينك وبين علاقاتك او اصدقائك او تقارب معهم او هم ممكن يتقاربوا معك ممكن يصير فيه اتصالات او تكثر الاتصالات عليك خلال هذا النهار نوع من انواع التواصل او اللي اطمئنان على وضعك او مجرد يعني تثبيت العلاقات العامة اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو امن تماما عشان هيك بنقول لك اليوم تقدر تنجز بعض الاعمال وخصوصا الضرورية حاول انك تاخد قصد كافي من الراحة وحاول انك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد ما تغامر بشكل كبير ممكن بعضك يسمع خبر شوي يكون مزعج برج العذراء طبعا القمر موجود في البيت الثاني في بيت المال عشان هيك بنقول انه الفترة هاي فيه فرص او فرصة لمكسب مالي بيكون على الاغلب من عمل اضافي منكم ممكن يحصل على هدية او جائزة اهمش انك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب او حبيب وما تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لعمر مالي او استشفائي اما بالنسبة لبيت الاول فيعني بعطيك نوع من انواع الطاقة والثقة بالنفس اليوم احسن من اليوم الماضي يعني احسن من الايام الماضية فبدعمك بشكل جيد حاول انك انت تستغل هذا اليوم بايجابية وبرضو تعمل فيها نوع من انواع الانجازات لبعض الامور اللي كانت عالقة عليك او عندك في الفترة الماضية اما بالنسبة لبيت الثاني فهو جيد يعني مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث يعني بدعمك شوي على مستوى التحرك والاتصالات والنقاشات في عندك نوع من انواع التسرع حاول قدر الامكان انك تروه شوي عشان يصير نقاشك مقنع او تواصلاتك واتصالاتك مع الغير تكون مقنعة ممكن بعضك ويتعرض لبعض الاعطال اللي لها علاقة اما بجهاز الهاتف او سيارته او ممكن يصير فيه خلاف ما بينك وبين شخص اثناء النقاشات حاول انك تمسك حالك اما بالنسبة للبيت الرابع يعني بدعمك بشكل قوي جدا على مستوى البيت والتقارب مع اهلك في البيت او اصدقائك او اقاربك او علاقتك في العائلة يعني فيه تقارب جيد فيه منكم ممكن يهتم بامور العلاقة اما بالصيانة او التصليحات او الترتيبات او بعض الامور المنزلية او العائلية حاول قدر الامكان انك تعمل تقارب ما بينك وبين اهل العائلة بدون ما تعمل فجوات اما بالنسبة لبيت الخامس فشوي فيه نوع من انواع الحدية بالطباعة مع الحبيب فيه نوع من انواع النرفزة او العصبية ما تحاول تفرض رأيك عليه ما تحاول تتحكم فيه ما تحاول تنتقده حاول انك تعمل نوع من انواع التلاقي ما بينك وبينه ممكن يصير فيه ساعات ما بين الظهر والعصر هيك نوع من أنواع التصرف يخلق عندك نوع من أنواع الحساسية وردات الفعل العصبية امسك حالك قدر الإمكان عشان ما يصير فيه فجوة ومشكلة أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى إنجاز بعض الأعمال ممكن اليوم تنجز بعض الأعمال المطلوبة منك وممكن يصير فيه نوع من أنواع التلاقي أو تقارب ما بينك وبين أحد الزملاء أو رؤسائك بالعمل ممكن يكون اليوم بتعاون مع شخص معين إما أنك تطرح فكرة مشروع أو تتلقى عرض على مشروع معين أو على سلعة معينة في منكم ممكن يهتم بأمور صحية أو بمسألة استشفائية أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف على مستوى بيت الشراكة برضو شوي الأمور روتينية ولكن برضو بغلب عليها الطابع العنيد أو طابع اللي فيه معاندة أو عصبية أو ردات فعل حاول تخلي فيه نوع من أنواع التقارب بدون الحدية والعصبية أما بالنسبة للبيت الثامن هذا بيت يعني الأموال المشتركة هو فارغ تماما ولكن هذا بيخليك شوي أنه أنت يا تلتزم في أمور أنت مش قدها يا إما تدخل بمنافسات يا إما أنت الطالب بأمور إلها علاقة بالتزامات أو ديون أو مساعدات ولكن مش من الشخص المعني أو الشخص اللي ممكن أنه يعطيك الدعم اللي أنت بدك هي حاول أنك تصبر شوي لحديث ما أنه القمر يتحرك باتجاه أقوى لبيتك الثالث ممكن يحسن الأمور بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت التاسع فالبيت التاسع شوي بكثف نوع من أنواع الاتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو مع جهات قانونية فيه منكم ممكن يهتم بأوراق قانونية بتتعلق إما بمحكمة أو جلسة أو أشياء من هذا القبيل وفيه منكم ممكن يهتم بأشخاص خارج البلاد أو يزعل على خبر بيجي من شخص خارج البلاد وفيه منكم ممكن يهتم بأمور الدراسة والامتحانات فعشان هيك هدولة بدهم يدرسوا ويتعبوا حالهم وما يعتمدوا على الحظوظ أما بالنسبة للبيت العاشر البيت العاشر يعني روتيني ما فيه أي شيء على مستوى بيت السمعة فعشان هيك ما فيه أي شيء يشوه سمعتك في الفترة هاي حاول أنك بس تمسك عصابك شوي بدون لا انفعال ولا عصبية وامورك إن شاء الله بتكون بخير أما بالنسبة لبيتك 11 فهو أقوى البيوت خلال هذا النهار بنوع من أنواع التواصل أو اللقاءات أو التقارب ما بينك وبين أحد الأصدقاء صحيح أنه ممكن يحمل لك بعض المشاحنة مع علاقة أو مع صديقة أو معرفة ولكن إنه إجمالا هو يوم إيجابي بالتواصل والاتصالات وخصوصا التقارب مع علاقات العامة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد يعني بدعمك شوي في مسائل الهلاقة بالعمل فبتقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك اليوم حتى لو عملت وقت إضافي وفي منك ممكن يهتم بمسائل صحية أهم إشي إنكوا تراقبوا وضعكوا الصحي حاول تأخذ قصد كافي من الراحة واهتم بتغذيتك قدر الإمكان برج الميزان طبعا لليوم الثاني القمر موجود عندكو في برجكم عشان هيك اليوم كمان بيكون في فترة أفضل خصوصا أقوى من يوم أمس أفضل بكثير بتعيد بيعدلك نوع من أنواع الثقة بأنفسكم وبتنجحوا في الدفع بمصالحكم شعبيتكم بتكون اليوم في تصاعد بتستعيد حماستك بتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك بتشتد عزيمتك وممكن تنقل بالمعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك أما بالنسبة للبيت الثاني يعني البيت الأول هو اللي إحنا ذكرناه الآن البيت الثاني يعني شوية على الأمور المالية مش بالشكل القوي يعني مصاريف أكثر من الداخل عليك فعشان هيك بتهتم بأمور العلاقة بالمشتريات أشياء ضرورية وغير ضرورية فحاول قدر الإمكان ما تصرف على إشياء اللي مش ضروري رتب أمورك المالية بشكل جيد ممكن اليوم يكون عندك حفلة تصوق أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات على مستوى التنقلات والتواصل مع المجتمع اليوم تقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك عندك سرعة بديهة عالية جدا تهتم بأمور إلها علاقة بالدراسة أو البحث أو بحث عن موضوع معين اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم بنجز إنجاز جيد وفي منكم ممكن يهتم بأمور إلها علاقة بالسيارات بالتنقلات بالاتصالات ممكن برضو يصير فيه اهتمام بأمور إلها علاقة بأخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فهو أنا بدي أحذرك إنه شوي فيه نوع من أنواع التوتر على مستوى علاقتك في البيت ممكن تحتد أو تعصب من تصرف معين أو ممكن أن تكون مذاقق أو مخنوق من الوضع الحالي اللي أنت فيه حاول قدر الإمكان أنك ما تم فعل وما تعصب مشي الأمور بعقلانية ممكن بعضك يهتم بمسائل العلاقة بالعمل المنزلي أو إدخال تعديل على المنزل أو اهتمام ببعض الأعطال أو صياني أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف البيت الخامس بدعمك بقوة خلال هذا النهار على المستوى العاطفي فممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب أو اتصال أو تفاهم أو نوع من أنواع اللقاء الودي اللي بيجمع بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور على مستوى العمل فيها نوع من أنواع الضغط حاول قدر الإمكان أنك ما ترهق حالك كثير وما تتعب حالك كثير إنجز الأعمال الضرورية فقط لا غير حاول تأخذ قصد كافية من الراحة في منك ممكن يهتم بشأن صحي له أو لأحد أصحابه أو أقربه أما بالنسبة للبيت السابع فهو يعني روتيني ما فيه شيء لا إيجابي ولا سلبي في تعاملك مع الأشخاص أو مع الشريك فعشان يكي شريك المال أو العاطفة فبتتعامل بطريقة روتينية على حسب طبيعة الوضع اللي ما بينك وبينه أو طبيعة العلاقة اللي بتجمع ما بينك وبينه أما بالنسبة للبيت الثامن برضو أنا شايف أنه فيه نوع من أنواع روتينية في الطبيعة الأموال المشتركة فعشان يكي الفترة هاي ممكن تهتم بأوراق قانونية أو معاملات أو أموال مشتركة أو أشياء لها علاقة بشراكة معينة أو عقود أشياء من هذا القبيل في منكم ممكن يهتم بأمور لها علاقة بالدوائر الحكومية أو بالشؤون القانونية أو بأموال بتيجي من خلال الدولة أما بالنسبة للبيت التاسع البيت التاسع شوي فيه نوع من أنواع الضغط فعشان هيك بتتوتر في اتصالاتك الخارجية وبتعصب ممكن يستفزك بعض الكلام من شخص خارج البلاد ممكن يصير فيه نوع من أنواع الحدية بالطباع حاول أنك تمسك حالك قدر الإمكان ممكن يصلك خبر مزعج في منكم ممكن يهتم بأمور العلاقة بدراسة لغة جديدة أو الاهتمام بأمور فلسفية أو دينية في منكم برضو اليوم ممكن يهتم بأوراق قانونية أهم شيء أنه خلال الفترة هاي حاولوا أنكوا أنتوا ما تغامروا باعتماد على الحظ بدكوا تعتمدوا على جهدكوا الشخصي وخصوصا اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة أما بالنسبة للبيت العاشر فهو روتيني على مستوى بيت السمعة فعشان هيك لا شيء إيجابي ولا شيء سلبي يعني الأمر الروتيني الطبيعي اللي أنتوا بتتعاملوا فيه أما بالنسبة لبيتك 11 فهو خالي تماما من الأمور السلبية عشان هيك بدعمك بشكل قوي اليوم بنوع من أنواع التواصل أو الاتصالات مع أحد الأشخاص اللي أنت بتعرفهم فعشان هيك ممكن يصير فيه تطوير لعلاقة معينة أو لقاء مع شخص صديق لا إلك أو نوع من أنواع التفاهم والتقارب ما بينك وبين هذا الصديق حاول أنك تستغل للفترة هاي إذا كان عندك مطالب معينة أو حاب حدا يساعدك أو تستشير اليوم هذا مناسب أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو دعمك بقوة خلال هذا النهار فعشان هيك بتقدر تنجز اليوم الأعمال المطلوبة منك تقدر اليوم تتحرك بالنشاط عندك ثقة عالية بنفسك فيه نوع من أنواع الإيجابية ممكن تهتم بوضع صحي أو بداية حمية أو أشياء لها علاقة بالمكملات الغذائية أو الفيتامينات أهم إشي أنه أنت تنتبه على حالك يعني ما ترهق حالك زيادة أنا من عندي هاي وفي نفس اللحظة حاول أنك تعمل نوع من أنواع اللي اهتمام ببعض الأشخاص وخصوصا إذا سمعت أنه عندهم مرض أو تعب بحاجة لتفقدهم ما تغسر برج العقرب تتراجع صحتكم وبينتابكم شعور بالملل والتعب السبب أن القمر موجود في بيت متاعبكم لآخر يوم وبكرة إن شاء الله بنتقل لعندكم بعطيكم شحنة أكبر وطاقة أكبر وبتعوضوا هذا الإشي اللي أنتم موجودين فيه اخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل ما توقع على عقد ولا تبدأ بأي عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الضوضاء لا تقرر على شيء عشان ما يخيب أملك وحاذر من البلبلة والالتباس أما بالنسبة للبيت الأول فيعني هذا بيعمل لك نوع من أنواع التقلب في المزاج فعشان هيك اليوم بيكون متقلب على أكثر من مرحلة لحظة بتلاقي حلق مبسوط لحظة بتلاقي حلق زعلان لحظة بتلاقي حلق ضغطة قارب مع الناس لحظة يعني فيه تقلب كبير خربطة كثيرة في المزاج عندك خلال هذا النهار عشان هيك بدك تحاول إنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تخلي الاكتئاب أو الملل يسيطر عليك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور عن مستوى البيت الثاني يعني شوي فيه نوع من أنواع الاهتمام بالأمور المالية أو في بعض المشتريات أو أشياء لها علاقة بدعم أو تعويض أو أشياء من هذا القبيل في منكم ممكن يحصل على هدية أو على جائزة حتى لو كانت رمزية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بضغطك بنوع من أنواع العصبية وبوترك فعشان هيك يحاول إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتهدي من حالك ما تنفعل وما تعصب إنجز العمال الضرورية والمطلوبة منك خلال هذا النهار يعني تحرك وإنت دارس حركتك في بعض الأعطال ممكن تصير بأجهزة الهواتف أو السيارات أو حوادث حتى ممكن على الطرقات عشان هيك بتكونوا مهتمين في حالك بشكل كبير خلال هذا النهار من العصبية والحدية واللي عنده امتحان أو عنده دراسة ما يعتمد على الحظ نهائيا بده يتعب ويدرس لحديث ما يستوعب المادة أما بالنسبة لفرض الرأي فبقولك ما تحاول تفرض رأيك على أي أحد وخصوصا من أهل العائلة يعني أو من العائلة خصوصا الأبناء أخ جار أو من المقربين للعائلة أما بالنسبة للبيت الرابع فبقولك حاول أنه قدر الإمكان تعمل نوع من أنواع التراقي أو التواصل عن مستوى العائلة يعني الجو إيجابي فأنت اليوم تنشط في أمور الهلاقة بالأعمال المنزلية أو ترميمات أو تصليحات أو الاهتمامات الداخلية في بعض الأشياء اللي بتتعلق في المنزل يعني عندك اهتمامات كثيرة خلال هذا النهار منزلية حاول أنك تنجزها على أكمل وجه أما بالنسبة لبيتك الخامس فهو ضعيف فعشان هيك منقول أنه روتيني حاول أنك تتعامل مع الحبيب بشكل ودي بدون حسسية وبدون عصبية وبدون فرض الرأي يعني الأمور كلها يومين ثلاثة وبعدين الأمور بتصير إيجابية وبتدعمك في كل المواقف أو المواقع اللي أنت بدك تتحرك لها في ساعات الظهر والعصر أو بين الظهر والعصر ممكن يصير فيه خبر معين أو ردة فعل معين أو تحسس من تصرف معين عصبك أو إثيرك حاول أنك تمسك عصابك أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف البيت السادس براكم بعض الأعمال عندك يعني بيخلي الأعمال مش بالجاهزية أنك أنت تنجز كثير من الأعمال في نوع من أنواع الملل أو نوع من أنواع التقصير على مستوى العمل حاول قدر الإمكان أنك تنجز الأعمال المطلوبة منك بدون عصبية وبدون تسرع في منكم ممكن يهتم بشأن صحي أو تقلب صحي أو بعض الإضطرابات الصحية أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكي فهو رديني تماما بالتعامل ما بينك وبين الشريك فعشان هيك يفي نوع من أنواع التواصل الفكري موجود بينك وبين الشريك ممكن من خلاله تعملوا نوع من أنواع التقارب ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن يعني البيت الثامن شوي إيجابي بدعمك بقوة ممكن أنه تهتموا بأمورها علاقة بالتسهيلات أو بعض الحلول المادية أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالدعم المالي يعني تدعمك بشكل إيجابي إذا تحركت لها ولكن أنا بنصح أنه لما يصل القمر لعندك يكون التحرك هذا بيكون أقوى أما بالنسبة للبيت التاسع فالبيت التاسع بعمل عندك كثافة من الاتصالات الخارجية أو مع أشخاص خارج البلاد ولكن ممكن تحتد وتعصب من خبر معين أو تصرف معين حاول أنك أنت تمسك عصابك وما تحتد ولا تعصب في منكم ممكن أنه يهتم بشأن قانوني أو أوراق قانونية وفي منكم ممكن يهتم بامتحان أو دراسة فبدو يركز بشكل جيد ما يعتمد على الحضوظ نهائيا وفي منكم ممكن أنه يصير بخلاف ما بينه بين مؤسسة تعليمية أما بالنسبة للبيت العاشر فالبيت العاشر شوي بضغط في ساعات الظهر على مجال الصمعة فعشان هيك ما في داعي للمغامرة أو المخاطرة أو الدخول في أشياء مشبوهة أو أشياء ممكن أنها تعمل ما بينك وبين رجال القانون أو رجال الدولي خلاف فحاول قدر الإمكان أنك أنت ما يتخالف القوانين حفاظا على سمعتك أما بالنسبة للبيت 11 فهو بيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أصدقائك ممكن يكون لقاء ودي أو اتصال تفاهمي أو نوع من أنواع الأشياء الإيجابية اللي بتدعم من موقفك أو من علاقتك ما بينك وبين محيطك علاقاتك العامة جيدة بتدعموك فممكن أن تستشير أو تبحث عن مسألة معينة أو تستفسر عن شيء معين يساعدوك فيه أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا أن القمر موجود فيه فهو بسبب لك كثير من المشاكل خلال هذا النهار برج القوس طبعا خلال هذا النهار بتنشطه اجتماعيا ممكن تسعدوا في لقاء بعض الأصدقاء أو تعاونهم أو تعاونكم معهم ممكن تتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة خصوصا الأشخاص اللي ما زالت بقدروا يطلعوا من البيوت وبتزاوروا بادر لملاقات الآخرين في منتصف الطريق يطمئن بالك ممكن أنك تجد حليف بدعم تصوراتك خلال هذا النهار أهم شيء أنك ما تستسلم بل كرر المحاولة يعني اليوم كله نشاط اجتماعي تواصل واتصالات ولقاءات أو ممكن تعارف أو ممكن تفقد بعض الأصدقاء لتتفقدوهم أو يتفقدوكو أما بالنسبة للبيت الأول فالبيت الأول شوي يعني بعطيكم نوع من أنواع الإيجابية اليوم فبتلاقي نفسيتك شوي فيها نوع من أنواع الاستقرار رغم أنه في بعض العصبية أو الحدية إلا أنك أنت بتتجاوزها يعني مش هالإشي القوي أو الإشي المأثر بشكل سلبي كبير يعني بس أنه تقدر أنت تتجاوز المرحلة هاي أما بالنسبة للبيت الثاني البيت الثاني شوي بيضغطك على المستوى المالي فعشان هيك بيعمل بعض التراكمات أو بعض الالتزامات أو بعض الأشياء اللي بتطلب منك أنه أنت تهتم بالشؤون المالية بشكل أوفة قلل من مصاريفك ممكن يكون عندك مشتريات أو نفقات معينة حاول أنك أنت تلتزم فيها على قد وضعك في منكم ممكن يحصل اليوم على دعم مالي أو ممكن يحصل على هدية أو جائزة أما بالنسبة للبيت الثالث فالبيت الثالث يعني فيه نوع من أنواع الإيجابية بدعمكم على مستوى التواصل والنقاش ممكن اليوم تقنعوا أي شخص بوجهة نظركم عندكم سرعة بديهة عالية في منكم يهتم بمهور بحثية أو دراسة أو ممكن امتحان أو ممكن يهتم بأخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فهو بعزز العلاقات العائلية بشكل كبير فبعمل نوع من أنواع التواصل العائلي أو اللقاء العائلي أو التقارب في منكم ممكن يهتم بمسألة منزلية إما صيانة أو ترتيب أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالمشتريات أو الاهتمامات العائلية في منكم ممكن يهتم بصحة أحد المقربين من العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالبيت الخامس يعني على مستوى العاطفي شوي في نوع من أنواع الروتين فعشان هيك بتتعامله بشكل روتيني مع الحبيب لا اتصالات عادية يعني نوع من أنواع التفقد أو أشياء من هذا القبيل وفي منكم ممكن يتلقى خبر شوي عن الحبيب هيك يزعجه في ساعات الظهر أو ممكن أفكار مجرد أفكار وساوس وأوهم أما بالنسبة للبيت السادس فالبيت السادس بيدعمك اليوم على مستوى إنجاز بعض الأعمال ولكن أنه برضو بيخلي في نوع من أنواع التقصير في تحركاتك فممكن تتراكم بعض الأعمال عندك أو ممكن يصير فيه سوء التفاهم على إشي بتعلق بالعمل أو خربطة معينة أو أنك تسهى عن مسألة معينة حاول أنك أنت تهتم بالشؤون هاي بشكل عقلاني وبأريحية بدون عصبية بدون تهور في منكم ممكن يهتم بشؤون صحية أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفية فهو يعني بدعم تصوراتك أو بتتلاقى أنت والحبيب في نقطة تلاقي جيدة ممكن يصير ما بينك وبين الشريك العاطفي يعني تقارب أو مسألة تفاهم ما بينكم أو ممكن يفاجأك الحبيب بشيء أو أنت تفاجأوا بشيء برضو اليوم فيه إيجابية عالية رغم أنه ممكن في ساعات الصباح شوي يكون فيه نوع من الإطراب بالعصبية أو سوء التفاهم ولكن أنه بتتجوزوا بسرعة أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة يعني ممكن اليوم يفتح لك باب تطرقه أنت من خلال بعض المعارف لطلب المساعدة أو حاجة معينة أو ممكن سلفي دين أشياء من هذا القبيل وفي منكم ممكن يهتم في أمور إلها علاقة بالديون أو القروض أو ملفات قانونية أو لمؤسسات قانونية أما بالنسبة للبيت التاسع فهذا شوي يعني بدعمك على مستوى الاتصالات الخارجية ولكن برضو بيحمل لك خبر من الخارج شوي ممكن يوترك أو يخوفك أو يحزنك أو أشياء من هذا القبيل الوضع إجمالا يعني عندك روتيني إلا أنه هذا الموضوع اللي فيه نوع من أنواع العصبية وخصوصا من الاتصالات في أشخاص خارج البلاد هو اللي ممكن يكون ظاهر على الساحة في منكم ممكن يخلق من مسألة قانونية أو شيء العلاقة برجال القانون أو بأوراق قانونية في منكم ممكن يهتم بمساءل تعليمية إلها علاقة بمؤسسة تعليمية أو في أشياء إلها علاقة بالدراسة أو بالامتحان وبرضو بيزيد اهتمام الأغلب في أمور العلاقة بالفلسفية أو الدين أما بالنسبة لبيتك العاشر يعني بيت السمعة منقول لك أنه حاول أنك ما تخالف القوانين وما تدخل بأشياء مشبوهة وما تدخل بأي شيء ممكن يعرض سمعتك للخطر أو يعمل نوع من أنواع المشاكل اللي بتتعلق بالسمعة حافظ على سمعتك قدر الإمكان أما بالنسبة لبيتك 11 فهو كما ذكرنا ببداية التوقعات بالنسبة لبيت المتاعب يعني شيئا ما روتيني ما فيه أي شيء لا سلبي ولا إيجابي يعني بتقدر تنجز العمال المطلوبة منك بتقدر أنك أنت تهتم بصحتك أو اتراق بصحتك ولكن ما تخلي الوسواس أو الخوف أنه يسيطر عليك كثير خلال هذا النهار مرج الجدي يعني القمر اليوم موجود في البيت العاشر فعشان هيك بيتركز على بيت السمعة بتركز على بيت العمل عشان هيك اليوم كثير من الأمور العملية رح تهتموا فيها اللي بيرغب في إدخال تغيير على طبيعة عمله ممكن أنه يكون مناسب لإله بنتبه المسؤولين إلكوا وبيقدروا جهودكم ممكن تتسلط عليكم الأضواء خلال هذا النهار ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهم إش أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك ممكن تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وحاول أنك تقدم المستطاع أو أفضل المستطاع خلال هذا النهار يعني اليوم هذا بيحمل لك شوية نوع من أنواع القلق والتوتر أما بالنسبة للبيت الأول يعني البيت الأول شيئا ما منقدر نقول أنه نفسيتك متقلبة خلال هذا النهار فبتلاقيها على أكثر من اتجاه مرة مبسوط مرة زعلان مرة مرتاح مرة أفكار سودة مرة بتدخل باكتئاب مرة بتضحك وكأنه ما فيه ولا شيء يعني هذا التقلب اللي في المزاج هذا متعب جدا حاول أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تكون بهذا الجو خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني البيت الثاني إجمالا بدعمك بشكل قوي على خصوصا على مستوى المسائل المالية ممكن منكو البعض يحصل بعض المكاسب المالية خلال هذا النهار ممكن يحصل على أموال بتعود له ممكن يشتغل على فوترة أو أقصات أو أشياء إلها علاقة بالدفعات المالية وفيه منكو رح ينشط في أمور الحلاقة بالمشتريات ولكن أهم شيء أنه ما يبالغ بالمصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والتواصل مع المحيط وعنده قدرة إقناع عالي بوجهة نظره ويعبر عن وجهة نظره بكل هدوء وبكل سهولة اللي عنده امتحان أو عنده دراسة اليوم بيبدع بشكل كبير فيه منكو رح يحث أبنائهم على الدراسة أو يساعدوهم وفيه منكو رح يهتم بأمور إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات أو الأشياء اللي بتتعلق في هاي الأمور أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت شوي الأمور فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيكي بتتعامل بالأمور أنت بنوع من أنواع الروتين صحيح أنه ممكن يحملك هذا اليوم لقاء أو تقارب عائلي عالي جدا أو بعض الاهتمامات المنزلية أو المشتريات أو التصليحات أو الترميمات ولكن أنه ممكن يكون فيه خبر ممتاز لتلاقي أو لتقارب ما بينك وبين العائلة بشكل ممتاز أما بالنسبة للبيت الخامس اليوم على المستوى العاطفي عندك شوي في نوع من أنواع التقلم حسسيتك عالية ردات فعلك سريعة فعشان هيك ممكن تحتد وتعصب من أي تصرف وممكن تأخذ على بالك أو على خاطرك من تصرف الحبيب حاول قدر الإمكان أنك ما تشحن حالك بطاقة سلبية هيك خذ نفس وعد للألف وبعديها يعني اتخذ قرارك أو ردة فعلك ما تنفعل فورا أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل يعني اليوم تقدر تنجزه كثير من الأعمال المطلوبة منكم فيه منكم ممكن يهتم بوقت إضافي لإنجاز العمل أو يصير عنده نشاط عالي جداً في بعض الأعمال أو ممكن يفكر في أوراق معينة أو عقود أو أشياء إلها علاقة بعمل يعني تلفت انتباهك اليوم أو تحط نقاط لا تحسين الوضع المالي أو لا عمل جديد أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة لبيت الشراكة المالية والعاطفية يعني نقدر نحكي إنه شوي فيه نوع من أنواع الحدية بينك وبين الشريك فيه سوء فيه تفاهم بصير ما بينك وبينه ولكن إجمالاً هو بكون الوضع روتيني حاول قدر الإمكان أنك ما تتحسس لأنه هي حساسيتك اللي بتكون بأوجهة فعشان هيك حاول أنك ما تتحسس عشان الامور تمشي بالشكل الصحيح أما بالنسبة للبيت الثامن على المستوى الأموال المشتركة اليوم تهتم بأوراق أو بمعاملات أو أشياء قانونية أو مؤسسات حكومية أو أشياء له علاقة بالبنوك أو القروض أو الأشياء اللي من هذا القبيل في منكم ممكن يهتم بنوع من أنواع الدعم إلى علاقة بالمساعدة أو الدعم المالي أو أشياء له علاقة بالمال المشترك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بيدعمك بشكل قوي اليوم على مستوى الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو مؤسسات تعليمية أو ممكن حتى أوراق قضائية أو قانونية ممكن تهتموا اليوم برضو بأمور العلاقة بالتنقلات والاتصالات أو مع أشخاص تتواصلوا معهم بوصوص أمور إلها علاقة بسفر أو أشياء طبعاً سفر مستقبلي مش سفر حالي واللي عنده امتحان أو عنده مناقش اليوم بيبدع فيها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 يعني بيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين علاقاتك العامة أو أصدقائك أو ممكن يكون في نوع من أنواع التواصل الجيد ما بينك وبين بعض الأصدقاء ممكن تتعاون في مسألة معينة أو تطلب استشارة معينة بتقارب ما بينك وبين علاقاتك أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف أن الأمور يعني إجمالاً روتينية ما في أي شيء بأثر عليك لا سلبي ولا إيجابي إلا في ساعات الظهر ممكن يكون في شيء يعني يكون متعب أو مرهق أو بخوفك أو أشياء من هذا القويل أو خبر ممكن يزعجك المهم أنه الوضع إجمالاً هو روتيني ما في أي شيء تقدر تنجز الأعمال المطلوبة منك تحمي ظهرك بشكل جيد أنت بوضع آمن ما في أي قلق على أي شيء تقلق منه اترك الوساوس والأوهام وحطها على جنب برج الدلو بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة يعني السفر مش شرط إنه السفر يكون اليوم يعني ممكن هاي أوراق سفر أو مراسلة مع أشخاص كنتوا بتكون تسافر وتعطل السفر أو الرغبة في السفر أو الإطلاع على مواضيع إلها علاقة بالسفر يعني أكثر من باب بتحولها على حسب وضعك أنت والوقت اللي أنت عايش فيه خصوصاً بالوقت الحالي يوم مناسب لجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة ممكن تناقش بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض أي شيء ما بناسبك أهم شيء ما تخشى شيء ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة بالنسبة للبيت الأول طبعاً الأمور على المستوى النفسي جيدة جداً يعني اليوم نفسيتك مستقرة في نوع من أنواع الدعم النفسي موجود عندك تتحرك بناشاط وعندك ثقة عالية بنفسك أما بالنسبة للبيت الثاني شوي في نوع من أنواع الاضطراب على المستوى الوضعي المالي فعشان هيك بأرقك مسائل مالية يا إما مشتريات زيادة يا متطلبات زيادة يا مطالبات زيادة ولكن أهم شيء نحاول أنك تقلل من مصاريفك ممكن بعضك يحصل على فرصة معينة أو دعم معين على حسب طالعهم وممكن يجيهم هدية أو جائزة أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الاتصالات وعن مستوى التواصل والنقاشات الاهتمام بأجهزة إلكترونية بتليفونات بكمبيوترات ممكن تقارب ما بينك وبين أخ أو جار يعني كل الأمور هاي جيدة واللي عندهم امتحان أو دراس اليوم بيبدعوا بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الرابع فهو ضغط عليكم بشكل كبير على مستوى البيت فعشان هيك ممكن يظهر بعض الخلافات أو بعض العطال المنزلية اللي بتطلب اهتمامك ممكن يستفزك موضوع معين أو يعصبك موضوع معين حاول أنك تمسك عصابك قدر الإمكان عشان ما تعمل فجوة أو شرخ داخل البيت يعني الموضوع بده نوع من أنواع الهدوء في حل المشاكل العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو بدعمك على مستوى العاطفي بشكل قوي ممكن يسوي لك نوع من أنواع التقارب أو لقاء أو اتصال ممكن يكون فيه أشياء عاطفية جيدة جدا خلال هذا النهار يعني الأمور ممتازة ودعمتك بقوة وبثقة فعشان هيك حاول تستغلها بكل ثقة وحاول أنك أنت ما تهب شيء وانطلق بالشيء اللي أنت ناوي عليه أما بالنسبة للبيت السادس فشوي بأثر على موضوع العمل يعني الموضوع العمل هو مؤرخ في الفترة هاي فعشان هيك يحاول أنك أنت ما تنفعل وما تصدر قرار بعصبية حاول أنك تهدي حالك وتدرس المواضيع من جانب آخر ممكن تجد نوع من أنواع الحلول في ممكن يصير عنده تعطيل بعمل معين أو خسارة لا صفقة أو لمشروع معين في الفترة هاي حاول أنه يعني ما تتلبك وما ترتبك أنت عندك قدرة أنك أنت تتجاوز هاي الأمور في منكم ممكن يهتم لوضع صحي أو تعب صحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو يعني شوي روتيني هو على المستوى الشراكي المالي والعاطفية ولكن في ساعات العصر ممكن يصير فيه نوع من أنواع سوء التفاهم أو الحدية ما بينك وبين الشريك حاول قدر الإمكان أنك ما تنفعل وما تعصب وتعامل بطريقة اللين أو التقارض أما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد يعني يفتح لك باب من أبواب التواصل مع أشخاص اللي إما تدعمك أو تساعدك أو تفتح لك أبواب جديدة أو نوع من أنواع القروض أو الشراكي الجديدة أو أشياء لها علاقة بالمؤسسات القانونية مثل ضريبة وتأمين وأشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر فارغ تماما من أي تأثيرات إيجابية أو سلبية فهو روتيني فعشان يكي بتتعامل على مستوى بيت السمعة بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت 11 فهو بدعمك برضو بالاتصالات أو تفقد أشخاص أصدقاء لإلك نوع من أنواع التقارب أو تثبيت العلاقة أو تطوير العلاقة الأمور جيدة وبتدعمك برضو بقوة حاول قدر الإمكان أنك تستغلها إما بمشهورة أو بطرق باب جديد أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو خالي تماما من أي تأثيرات عشان يكي بتقدر أنت تنجز بعض الأعمال اليوم حاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة وحاول أنك أنت برضو تهتم بصحتك شوي وإبعد عن الوسواس قدر الإمكان برج الحوت بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر الشراكة أو تعويض أهم شيء أنكم ما تهملوا صحتكم تصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم يعني ممكن تلاقي أعمالك صدى طيب خلال هذا النهار أهم شيء أنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ولا أعذر القمر في بيتك الثامن يعني تحرك من مقابلك يعني شوي الأمور بلشت تتحسن وتأخذ الجانب الإيجابي تدعمك بشكل قوي وإن شاء الله يعني اليوم بكرة القمر بصير في بيتك التاسع بدعمك بشكل أقوى وأحسن أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه نفسيتك يعني ما هي روتينية ما فيها الإشي لا الإيجابي ولا السلبي فهي بتتحكم فيك على حسب وضعك وعلى حسب طبيعة مزاجك أما بالنسبة للبيت الثاني فما زالت الأمور المالية شوي بتعمل عندك نوع من أنواع الأرق التزامات ومصاريف ودفعات ومشتريات يعني هي ضغطة عليك بشكل كبير حاول أنك ترتب الأمور بشكل عقلاني وابعد عن المشتريات الغير ضرورية حاول أنك أنت تشوف لك فرصة أو مساحة تحصل من خلالها بعض الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فهو إيجابي على مستوى التواصل والاتصالات والمواصلات والتنقلات الأمور اللي إلها علاقة بالمناقشات سرعة البديهة عالية بالنسبة للامتحانات اليوم تقدر تقدم امتحان وانت واثق من نفسك عندك دراسة بتقدر تدرس برضو بتثق من نفسك فيه نوع من أنواع تعاون ما بينك وبين أخ أو جار يعني أمور إجمالا كلها رح تكون إيجابية على مستوى البيت الثالث بتقدر تستغلها على المستوى البيت الرابع فيه نوع من أنواع الضغط على مستوى البيت فعشان هيك يسبب لك نوع من أنواع التوتر أو الحدية بالطباع مش بالقوة ولكن هي ردات فعل سريعة بتكون حاول أن قدر الإمكان أنك تهتم بالعطال والصيانة والمشتريات أو الاهتمامات العائلية وتعمل نوع من أنواع التقارب بدون حدية وبدون عصبية فيه منكم ممكن يهتم بصحة أحد الوالدين أو أحد المقربين أما بالنسبة للبيت الخامس فهو يعني إجمالا فيه نوع من أنواع الضغط على المستوى العاطفي فعشان هيك يسبب لك نوع من أنواع التوتر في علاقتك العاطفية بالفترة هاي إما حدية الطباع أو العصبية أو خلاف أو سوء تفاهم أو حساسيتك يعني كل الأمور هاي هي بتضغط عليك على الوضع العاطفي ممكن في الفترة هاي أشخاص من برج الحوت يخسروا علاقة أو إنهم يطلعوا من علاقة حاولوا قدر الإمكان إنه إنتوا تعملوا نوع من أنواع التوازن العقلي يعني أدرسوا الموضوع بعقلانية قبل ما إنكوا تتصرف وتصرف ممكن تندموا عليه بالفترة القادمة أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور البيت السادس شوي بتراكم بعض الأعمال أو بترهقك على مستوى العمل أو لقلة العمل أنت مزعوج أو ممكن أشياء لها علاقة بالتراكمات فعشانك حاول تنجز الأعمال المطلوبة منك قدر الإمكان حاول تسعى خلال الأيام هاي لنوع من أنواع المساعدات في عمل إضافي أو عمل في مؤسسي أو أي شيء اللي علاقة بالعمل عشان تطلع من الجو الضغط اللي أنت فيه وحاول إنك تهتم بصحتك أما بالنسبة للبيت السابع فشايف على مستوى الشراكي الأمور جيدة في نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين الشريك بتدعم من وضعك وبتزيد من نوع التفاهم اللي موجود ما بينك وبين الشريك العاطفي أو المال خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت التاسع يعني روتيني على مستوى الاتصالات الخارجية ولكن بدك تحذر أنه ممكن في ساعات الظهر يجيك خبر مزعج يعني يوترك أو يزعجك أو أنه يكون مش بالشكل اللي أنت بالدكية في منكم ممكن يهتم بمؤسسات تعليمية أو أشياء لها علاقة بالدراسة أو البحوث أو أشياء لها علاقة بالفلسفة أو الدين في منكم ممكن يهتم بأوراق قانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فشايف الأمور يعني شوي يعني مسيطر عليها على مستوى بيت السمعة ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن في ساعات الظهر أهم شيء أنك ما تنفعله ما تعصب ما تدخل بمواجهات مع رجال الأمن ما تخالف القوانين على أساس أنك ما تشوه سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى الاتصالات مع أشخاص أصدقاء لألك للتشاور للتباحث لدراسة موضوع معين التشاور في مسألة معينة التقارب ما بينكه كل هاي الأمور مفتوحة اليوم يعني ممكن أنت تتلقى اتصالات أو تجري اتصالات وتكون إيجابية أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو يعني إجمالا بدنا نقول روتيني يعني ما فيها الإشي السلبي الضاغط على الموضوع ولكن إجمالا هو روتيني عشان هيك بتقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك خلال هذا النهار وبرضو في نفس اللحظة ممكن تهتم بشأن العلاقة بالشأن الصحي وممكن تهتم بأمور العلاقة بالمكملات الفيتامينات الأشياء اللي من هذا القبيل بس أهم شيء اترك الوسواس وما تخليه يظل مسيطر عليك أكثر من اللازم هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر